قائم على التوحيد وإذا لم يكن قائما على التوحيد فإنه لا يقبل كما أن الطاعات كلها لا تقبل إلا إذا كانت قائمة على التوحيد والإخلاص لله تبارك وتعالى قد قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال جل وعلا ألا لله الدين الخالص اشتركوا في القناة